هذا كما بعث الرئيس العراقي برهم صالح برقية عزاء للرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب فيها عن أحرأ التعازي وأصدق الموساة في حدث حريقة كنيسة أبي سيفين وكما أعرب الرئيس العراقي عن أماله في أن يتغمض الله المتوفين بواسع رحمته وأن يمنى على الجرح والمصابين بالشفاء العاجل ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وحسن العزاء وأن يحفظ الشعب النصري من كل سوء ومكروه ويديم عليه نعمة الصحة والعافية